مفيش أرقام محددة عما حدث في النكبة من ضحايا ومن شهداء ومن إصابات ولكن نقدر نقول أن يمكن كانت عشرات الألاف وإن كانت نقدر نقول أننا دلوقتي التاريخ يعيد نفسه من جديد يعني في 7 أكتوبر ومنذ حرب 7 أكتوبر 2023 على قطاع غزة العدوان عليها وإلى الآن التاريخ يعيد نفسه الاستهداف للمدنيين الحرب أكثر شراسة وأكثر دموية وما فيه العلام لا يحرق سكنا هو فيما يتعلق بمصر الإحصائيات بتاعتنا بتقول أنه عبر الصراع المصري الإسرائيلي ومنذ 1948 إحنا فقدنا ما يزيد عن 100 ألف جندي وضابط مصري في هذه الحلوم بالنسبة لي إبادة الشعب الفلسطيني في 1948 في قرى بالكامل أبيدت بترميل عبامية قرية لو حدثت سلحي الأرقام وكلهم في ذهني أسماءهم لكن أشهرهم ولهنا نعرفهم دير ياسين والإبادة الرهيب وطبعا لابد أن ندرأ التهمة التي يحاول يروجها لبعض عن أن الشعب الفلسطيني باع أرضه وترك أرضه وهذا كلام الإحصائيات العلمية أكدت أنه لم يحدث وأنه اللي باعوا أراضيهم قلة قليلة تحت الضغط وتحت الإغراء أيضا واللي باعوا أراضيهم كمان كانوا سوريين وأجانب موجودين في فلسطين لما وجدوا هذا الصراع بعضهم باع أراضيهم الشعب الفلسطيني حاول يقاوم لكن حيقاوم عمليات إبادة ممنهجة إزاي حيقاوم عمليات إبادة ممنهجة مش دير ياسين بس ده كل القرى تعرضت لهذه الإبادة من الوسائق يعني حطيت يدي عليها مؤخرا وأنا ببحث في أرشيف اسمه أرشيف المشارع بالحكيم عمر أنا كنت متصور أن هذا الأرشيف أرشيف بيشمل وسائق صوري 23 يوليو وجدت أن معظمه بينصب على وسائق 48 من الشيء المخزي أن في هذه الوسائق تجدي أن العصابات الصهونية بتسمم الآبار وراح ضحية تسميم الآبار في فلسطين كثير من الأطفال والشيوخ والأفراد شيء بشع طبعا وكان هدفهم زي ما فيه محاولة الآن إخلاء كل الأرض من الفلسطينيين وهو التاريخ مش بيعيد نفسه هو السياق العام والأهداف العامة لهذا العدو لم تتغير وهما عندهم مسألة يجب التنبيه لها أن هما بيطرحوا أهداف بعيدة المدى ثم بعد ذلك لما يجدوا الظرف الموضوعي غير مناسب لتنفذها يتوقفوا ثم بعد ذلك يعودوا مرات سنين يتوقفوا مرحليا لغاية ما يرجعوا تاني يكملوا إبادة ويشجعهم الأوضاع السياسية وأوضاع العالم العربي وعدم قدرة العرب أنهم يتوحد وهو طبعا ديفيد بن جوريون زمان المقولة المشهورة اللي هو العجوز اليهودي المقولة بتاعته مشهورة أنه هو إسرائيل دي اللي أعلن عن قيامها في 1548 دي جزيرة صغيرة في واحة بتكرهها كل المحيطين بيها بيكرهوها وعلشان خطر تقدر تعيش لازم تشتغل تدرب التلات دول الكبرى سوريا والعراق ومصر تمام وتستخدم بقى اللي احنا بنسميه دلوقتي حروب الجيل الرابع في التفكيك والتفتيت والإقاع بين الدول العربية وهي تقدر تحقق ده وما تقدرش تحققه لو احنا انتبهنا لذي المخططات البعيدة الماد سوريا والتوف بينا عرب